مصر والسودان بكرة اللقاء طبعا منتظر هنتكلم عليه بالتفصيل وقبل ما اتكلم عليه عايز الحقيقة انا عارف ان الردود افعال حفلة توزيع الجواد ده بس يعني مش احسن حاجة في الدنيا والناس كانت متوقع صلاح يعملها السنة دي بس معلش قريب جدا منها السنة اللي جاية وزي ما قلتلكم الحقيقة في معايير كتيرة جدا ويمكن هتكلم فيها مع حضراتكم بالتفصيل عشان نفهم ايه اللي حصل بالزبط خصوصا لما تعرف انه كل دولة لها الحق في تصويت بتلت اصوات مدير فني كابتن منتخب واحد الصحفيين المتخصصين يعني لما تعرف انه عدد كبير من الدول العربية اساسا مداش صوته لمحمد صلاح ما تتكلمش ابدا بقى على فكرة عنصرية ولا ان هو عشان لعب عربي ولا ان هو عشان لعب مسلم كلام ده ملوش اعتبارات خالص وكان من الاولى ان الدول العربية تديت اصواتها اساسا لمحمد صلاح وده اللي ما حصلش الاسف الشديد في دول العربية الاصوات التلاتة اساسا ما رحوش لمحمد صلاح ولا داعي لذكر اسماء خلونا نرحب بضيفنا الاول في السادسة كابتن احمد عادل مساء خيري كابتن احمد صنور سيد احمد ومن ضمن الحلقات اللي أنا بس ابتعبها مع حضراتك نسعد بيك دايما على شاشة الاهلي عموما طبعا في السادسة بشكل خاص خليني الاول ابتدي معك من حفلة مبارح حفلة دبست اولا كان عندك توقع او تطلع ان صلاح يحقق اللقب ولا كنت شايف انه من منطق يروح لحد من الاتنين التانية لبندفسكي او مسي لا لو نتكلم عن مستوى الشخصي كنت اتمنى صلاح طبعا كنت اتمنى صلاح يمكن اخذ من كلام حضراتك الاخير اللي أنا كنت بتمنى يمكن زعلت جدا ان دول العربية ودول افريقية مددتش لصلاح مع ان لو هنتكلم في التصنيف فيه التصنيف ده بيبقى مديرين فنين على مستوى العالم من جماليين على مستوى العالم اعلمين على مستوى العالم مدربين على مستوى العالم ممكن صلاح اللي رايحني شوية ان صلاح المدريني فنين على مستوى العالم راح في المركز التاني يعني تصنيف صلاح من دمن التلاتة اللي كانوا موجودين كانوا مدربين على مستوى العالم حطوا صلاح في المركز التاني لكن أنا كمصري فخورين طبعاً بمحمد صلاح والإنجاز اللي وصل له كون أنه هو من أفضل ثلاثة في العالم والتصنيف كون صلاح موجود في نفس الكدر مع لي وميسي أسطورة الأرجنتين واحد من أهم اللاعبين في تاريخ خورة القدم ومع رابرت ليفندفسكي واحد من المهاجمين لأفزاز الحقيقة اللي مقدمين على أقل خلينا أقول المسلمين الأخيرين مشواره كله الحقيقة محترم جداً سواء مع دورتموند في بداياته أو مع ميونيخ لكن كون صلاح موجود معهم ده إنجاز كبير جداً رونالدو طبعاً خد جائزة أفضل هداف في التاريخ وتوماس طوخل طبعاً مدرب الألماني مدرب تشلسي اللي قدر يفوز ويحقق لقب الشامبينز ليج مع تشلسي جيمين بعيد قوي خد لقب الأفضل على مستوى المديرين الفنيين